حقيقة اعلان مرتضى منصور رئيس نادي الزماليخ خبر وفاة الفنانة رجاء الجداوي مشاهدينا اهلا بكم في حساب على الفيسبوك منسوب لمرتضى منصور رئيس نادي الزماليخ اعلن وفاة الفنانة رجاء الجداوي بسبب اصابتها بالفيروس كورونا المستجد طبعا احنا عرفين ان نعلم منذ ايام اصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا وتم عزلها بمستشفى ابو خليفة بالاسماعيلية للعزل الصحي الحساب المنسوب لمرتضى منصور أعلن الآتي انتقلت إلى رحمة الله الفنانة المصرية رجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا إن لله وإن إليه راجعون وبفحص الصفحة الرسمية لمرتضى منصور تبين أن هذا الحساب مزيف وإن آخر منشور لرئيس نادي الزمالك كان منذ ساعة بفيديو لمدخل له على القناة الرسمية لنادي الزمالك في النهاية شكرا لك عزيزي المشاهد لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة